تفتكر يا شادي من وجهة نظرك ومن خلال احتكاكك بالشباب ومن خلال احتكاكك باللجان ومن خلال الحاجات اللي انت شفتها انت اول مرسلين بتوعك كل اللي نزلوا هل هما نزلين بس علشان الانتخابات وكده ولا كان فيه برضو جزء نازل علشان ال500 جنيه وعلشان يعني مش كل الناس كان عندها الوعي الانتخابي الكبير ولا يكفينا شرف المحاولة وبلاش نتكلم بقى في الجزء ايه دي خبارك لا لازم نتكلم تحليلك ايه كده الموضوع كله لازم نتكلم هو عندما يوصل للنسبة المشاركة 60% فتعظيم سلام للشعب المصر طبعا هو تعظيم سلام للشعب المصر بس احنا فيه حاجات بقى عايزين يعني اما نبقى فيه انتخابات رئاسية اللي جاي علينا تبقى افضل ياريت الشعب اللي بعديه يبقى افضل وافضل اكيد بحيث ان احنا الستين سنة اللي عمرنا ممارسنا فيهم الديمقراطية دول ولا نعرف عنها غير حقيق يعطي الجرائد على لسان الوزراء ان فيه ديمقراطية في مصر احنا مش شايفينها انه تبقى فيه ديمقراطية فعلا حقيقية طبعا فيه تجاوزات او فيه مظاهر سلبية يعني مثلا فكرة الخمسمائة جنيه انا شارف ان هو عامل سلبي هو ممكن الناس تقولك لا اصلا هو محفز عشان الناس تنزل ما هو فكرة ان هو ما ينزلش عشان هو مش عايز ينزل ده موقف ايجابي منه هو فيه موقف بيعبر عنه انه هو شايف ان العمالة الانتخابية دي لا تعنيه انه هو مش مقتنع انه هو مقتنع بحد هينزله فهو مش مقتنع فمش عايز ينزل احنا كده اكبرناه على انه ويدي صوته بقى لأي حد مقتنع بيه او مش مقتنع بيه فما تكبروش انه ينزل الحاجة التانية ودي من الممارسات السيالة اعتقد ان كل طيارات الاسلام السياسي هترجع مواقفها فيها في المرحلة الجاية ان الشعب هيجبرهم ان هم يرجعوا مواقفهم دي فكرة انه هو بيحشد على اساس ديني اعتقد ان الشعب نفسه هو اللي هيقوم الطيارات دي ولو ما اندمجوش مع الشعب الشعب هيلفزهم فيعني هم مقبرين ان هم يخشوا ينصهروا بشكل اكثر وهو ده اللي احنا بنقوله للناس انه محدش يقلق لانه اولا احنا عارفين الطريق دي اول حاجة وعن تكر ان دي اهم واكبر مكسب من مكاسب الثورة وده اللي طم من الناس ايا كان مين اللي موجود ايا كان هو ايه ايا كان هو مين اعتقد في تاريخ مصر اللي جاي مش هتتوجد ديكتاتورية اصعب من ديكتاتورية ناصر السادات مبارك يعني صعب اه ده حقيقي يعني بمميزاتهم بسلبياتهم ولكن كان فيه حكم ديكتاتوري ما نقدرش ننكر دوه المرحلة اللي جاية بعدما المصريين اسقطوا التابودة او الرئيس الاله اللي ما بيمشيش غير ما يموت اعتقد ان اي رئيس هايجي او اي نظام هايجي هيبقى عامل حساب مهم جدا زي ما كانوا بيعملوا حساب للقوى الخارجية والغرب والامريكا دلوقتي هيعملوا حساب اكبر للشعب المصري حقيقي انه هيحاسب هيحاكم هيرفض هيسقط وزارة هيسقط رئيس هيسقط حكومة بمناسبة اسقط الوزارة خلينا نتكلم برضو احنا بندردش مع بعض كده بنشوف يعني ايه اللي بيحصل احنا دلوقتي كمان في حكومة جديدة وهي حكومة دكتور كمال الجنزوري والحقيقة انه لحد النهاردة يعني كان فيه هجوم كبير جدا ولكن لحد النهاردة ما نقدرش نقول لي لسه فيه اي سلبيات حصلت لانه منتظرين الشغل ومنتظرين الانجازات ومنتظرين تحقيق المطالب هل تفتكر انه كمان تشكيل حكومة جديدة في الوقت ده ده هيساعدنا على اننا يعني نقف قدام اي تجاوزات او نقف قدام اي مخالفات لانه افتكر من مصلحة اي حكومة دلوقتي موجودة بعد حكومة دكتور عصام شرف انا بفكر معاك يعني بفكر بصوت عالي انها لازم تثبت جدرتها ولازم تثبت انه احنا هنرصد اي مخالفة وهنرصد اي تجاوز ولا انا بفكر غلط طيب بصي في موضوع تشكيل الحكومة ده عايزين يعني نتكلم في حاجات مهمة انا ما ينفعش ابقى عيان وروح اكشف عند مهندس اه تمام تمام هيفشل في علاجي والمهندس ما بيعليكش بالزبط الدكتور كمال الجنزوري ما احترمنا الجليل لشخصه تمام بس هو اختيار خاطئ تمام اختيار خاطئ ان الدكتور كمال الجنزوري جاي من مدرسة سياسية وبيئة سياسية معينة الشعب لفظها من زمان وقام بصورة ضدها تمامه دكتور عصام شرف كمال الجنزوري وبرغم ان ما هو في فرق وكان من اختيار التحرير ما هي دي بقى لا دي هنا نقف عند نقطة اختيار التحرير في فرق ما بين ان انتي تقوليلي اجيبلك شاي فاقولك اوكي وفي فرق ان انت تقوليلي تشرب ايه فاقولك هاتيلي قهوة عصام شرف المجلس العسكري جابه والتحرير قال اوكي ايو مش التحرير اللي جاب عصام شرف اوكي ده ده نقطة مهمة لازم الناس برضو تعرف الفرق ما بين الاتنين ان هو اترشح من المجلس العسكري والصوار قالوا الراجل كان معانا في الصورة فاوكي انا ما بتكلمش هنا على اشخاص وما بتهمش حد بالفساد تمام ولكن فكرة العقلية العقلية انت النهاردة كشادي ما عندكش استعداد انك تجرب عندك استعداد او عندك قبلية بصرف النظر على انك متفق او مختلف على الشخصية على البيئة السياسية على النشأة على التاريخ تمام سيب كل ده على جنب انت كشاب مصري عندك استعداد تجرب عندك استعداد تدي فرصة انا عايز اجرب عايز ادي فرصة بقى سأدي فرصة وانا شايف ان فيه نسبة نجاح ولو 50% انت مشايف خالص انا ما اقدرش ادي ده لسبب لو جبنا الحكومات المتعاقبة في نظام مبارك مثلا عاطف صدقي وعاطف عبيد وكمالك جنزوري واحمد نظيف كل واحد عمل حاجات كويسة يعني ما نقدرش نقول ان كلهم وحشين 100% ولكن هي كانت نفس العقلية اللي بتدير والخطط الخمسية والخطط الخمسينية الفكر لو حد منهم جي تاني دلوقتي مش هيبقى تعلم من التجارب اللي حصلت هي الفكرة انه هو ممكن يتعلم في فكرة انه هيحاول يقضي على الفساد ولكن الفكرة التنظيمية والادارية واحدة طيب انت كشادي شخص انا ما اقدرش الدكتور كمال الجنزوري عنده 80 سنة انا ما اقدرش يجي دلوقتي اقول له غير قلياتك واتطور ما اقدرش انا كده يبقى انا بظلمه لو قلت له الكلام دوت لا انا محتاج حد كانت بعيد عن هذه المؤسسة اللي عاصد في مصر فسادا لمدة 30 سنة اي حد عنده خبرة اي حد عنده خبرة سياسية اي حد عنده خبرة في الموجودة مصر فيها هيبقى في حد بعيد عن المؤسسة لا لا مصر مصر مليئة بألافات من دكاترة الجماعات واسادزة الاقتصاد والعلوم السياسية واسادزة القانون والمستشارين الصادقين وا 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 يعني كتير او طيب يعني اوكي 85 مليون مفهمش 33 يعملولي وزارة ايوة تعبر عن الشعب انا معاك انا معاك عندك استعداد تجرب انت كإنسان عندك استعداد تجرب ما هي دي الفكرة ولا ما عندكش اقاو لأ اقاو لأ حاليا مع الدكتور كمال الجنزوي ما عندكش استعداد تجرب خلاص ذرايق لا مش فكرة كده ما بقولش لأ من أجل لأ انا بتكلم على أسس تانية مصر بتتعرض يعني او في مرحلة مهتزة جدا البلد فيها شبه انهيار شوية عايزين حد يجي يوقفها بسرعة يريد بالظبط فانا مش محتاجة اجرب فقع اكتر اجرب وقع اكتر مش عايزين نخسر تاني مش عايز اخسر تاني فانا اجيب حد اثق في قدراته كاشخاص وفي افكارهم وفي الاليات اللي هيتم استخدامها عشان يبقى عنده على الاقل خمسين في المية مبشر بالخير فساعده وقف جنبه وديله بقى فكرة الفرصة واعد ازق معاه وانزل اتحرك بص هقولك على حاجة بس بجزئية نساعد وان لازم اختم حالا الفترة احنا لازم نساعد مش علشان الشخص عشان بلدنا احنا لازم نساعد ونقف ونزق ونطلع ونشتغل ونتعم مش علشان الشخص موجود او مش موجود لا علشان مصر وعلشان بلدنا وعلشان احنا وعلشان خطر ولادنا مش علشان الشخص الشخص مروش باعف خالص الشخص ازا موجود احنا قدينو شوفنا من وقت 25 يناير الاشخاص بتروح وبتيجي وبتعود وبتروح ترى وفي ناس بتروح تين وبتروح فين الاشخاص مش قاعدة ومش موجودة بلدنا هي اللي موجودة فازا هنتعب وازا هنشتغل وازا هننزل عشان مصر مش عشان حد شادي مشكورك على وجودك معنا النهاردة شادي العادل مدير عام مؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية مشكورك على وجودك معنا النهاردة نتمنى كل التوفيق وأفتكر أنكم لازم تشلغله كويس جدا على تقديم البلغات للنقب العام أرجوك علشان ما نشوفش نفس المخالفات والتجاوزات في المرحلة الثانية إن شاء الله ونتطمن على الموضوع ونكملين يعني احنا شغلنا نكمل المرحلة الأولى والتانية والتالتة والشهورة يعني لسه المشهور طويل أكيد بشكورك على وجودك معنا مرة تانية ونهارك سعيد مشاهدي نهارك سعيد النهاردة اليوم التاني من إعادة للجولة التانية من الانتخابات للمرحلة الأولى أرجوك اللي مبارح كان عنده ظروف واللي مبارح كان عنده حالة يأس وكان بيقول خلاص ما هو المؤشر بان وخلاص ما احنا عارفنا وخلاص وطي مش هيعمل حاجة أرجوك انزل أو أرجوك يانزلي جرب ونشوف ومصر تستاهي اليوم واثنين وثلاثة وعشرة نروح لفصل ونرجع نستكمل فقراتنا في نهارك سعيد